مسلسنة النهاردة عن جوي اللي تولدت بمعلاقة دهب في بقها بس شكل حد قرع عليها عشان باباها للأسف بيتوفى وبتخسر حاجات كتير فبتسافر بعدها فرنسا ولما بترجع من السفر بتلاقي نفسها فلسة ومضطرة تشتغل وتبدأ من أول وجديد فيطارة الدنيا مخبيالها إيه وإن لها يحصل معيها وهل يطارة هتلاقي الحب زي أي سانجولة نفسها تتحب ده اللي هنعرفه في ملخص النهاردة بيبدأ مسلسنة لما بطلنا تشونج بيطل على الموظفين في الاجتماع وهو جايب للمدير اللي بيكون أخوه حاجة يشربها عشان يبطل عصبية وبعد الاجتماع بيكون أخوه متأخر وعربيته مش موجودة فاجه ابننا الجامد وقال له يركب وراه على متسكل بس طبعا ما كانش عايز يركب عشان بريستيج وبس ركب وياريته ما ركب ده بعد ما نزل كان شكله نيلة خالص بعد ما كان وقف بكل تناكة وفي مكان تاني بتظهر بطلتنا جوي وهي راجع بتها وأول ما بتشوف كلب صغنا بتسيب شنطتها وبتروح تلعبه وطبعا شنطتها خدت الطري من أوله لآخره وساعتها كان ابننا ركب الموتسكل وتقلب به فجريت عليه وشدته عشان يروح المستشفى بس هو ما كانش موافق بس خدته بالعافية برضه ولما خرج من عند الدكتور طمينها انه كويس وطلب منها تديله الخزة عشان يرجع يوزع الأردارات بس بنتنا المسطولة ما كانتش لقياها وشكلها كده تسرقت فقال لها انها غالية ولازم تديله خمستاشر ألف فعملت نفسها مش فرق لها فلوس بس حسابها ما كانش فيه المبلغ ده فقالت له يدفع عنده وهتبقى تديله الفلوس بعدين بس قال لها انت متأكدة انك عايشة في حي الأغنية ده ده شكلك على باب الله فقالت له تكونش فاكل للنصابة زيك ولا ايه ويسابته ورجعت على بيتها بس بصمتها ما كانتش متطابقة والباب ما بيفتحش فدخلت من الشباك وفتحت الباب والموضوع طلع سهله المهم فتحت موبايلها تصور فيديو أصلي بنتنا بلوجر وعندها فولورز وخدت راحتها على الآخر ما هو بيتها بقى لحد ما حست بواحد داخل البيت فاستخبت وسعيتها الراجل جاب حاجة يدفع بيها عن نفسه حس بيها هو كمان فجابت الطاصة وضربته بيها وكتفته زي الفرخة وقال يعني فاكرة نفسها نصحة فاتصيت بالبوليس كمان بس جم خدوها هي والضبط قال لها ان ده بيت الراجل مش بيتها وبعدها جات أمها تطلعها من الاسم وخدتها على بيتهم ولم شافته اتصدمت شكلها كده طلعت على باب الله زي ما ابننا قال لها فمامتها فاهمتها انها بعت الفيل عشان تسد ديونهم ومارديتش تقول لها عشان ما تشايلهاش الهم وسعيتها جوي بنتنا فتكرت ذكرياتها مع أبوها قبل ما يموت في نفس البيت أصلي كان بيتهم القديم قبل ما يختنوا وعند تشونج ابننا كان أخوه بيقنوع يمسك الشغل مكانه لأن مراته تعبانة وهيسافر بيها فقال شوف لك حد غيري بس جاله من سكة ان جده كان دايما بيحبه ونفسه يمسك شغل الشركة ويداله البطايق اللي طبعا بياسمه عشان يحطه قدام الأمر الواقع وتاني يوم جهز ابننا الجامد ولبس الحتة اللي على الحبل ودخل على الموظفين دخل ميري ابننا بقى مدير محدش هيعرف يكلمه بس في الواقع هو عبيت وهبل ومعارفة وبعدها على طول كيرة السوسة اللي شغل معاه جابت له شغل قد كده وما كانش عارفة يلحق يخلصه امتى فقابل واحد وسأله ازاي قاعدين لحد دلوقتي دول بقالهم 12 ساعة فقاله انهم لسه مخلصو الشغل وبعدها كان غرقان فخزان أوراق لحد ما أغمع لي ونام ولما صحي قام يشوف الموظفين فلق منهم اللي نايم واللي لسه قاعد بيشتغل بس شك ان فيه واحد بيلعب فرجع له بس اللي ايم كان بيغير الشاشة بسرعة وفدل ابننا وراه عايز يعرف بيلعب ولا بيعمل ايه ولما راح الحمام سمع الموظفين بيقوله ان المدير الجديد عبيته لو فدلوا يشتغلوا ساعات طويلة ويكروتوا الشغل مش هيفهم فابننا قرر يديهم ألم معتبر وجمع الموظفين تاني يوم وقال لهم انه مش هيعترف بشغل السعادة الزيادة ولا هيدفعلهم بدلها والمهم عنده ان يشوف نتيجة الشغل ايوة كده تديهم على دماغهم وعندي جوي كانت خارجة مع اصحابها وطلبوا اكل غيلي وطبعا بنتنا بقت على بابا والله بس مبيلها انقاذها لما راني فقامت ترد وكانت شونج ابننا بيطلب منها تديله فلوس الخوزة فقالت له يفل وهتكلمه بكرة تاني وراحت بعدها تقول له من صاحبها في المستشفى وخلعت قبل ما تدبس في فلوس اكل مش موجودة في جيبها ولما راحت المستشفى طلبت من الزابط يوريها كاميرات المرابع عشان تلاقي الخوزة بس ما كانش فيه كاميرات في المنطقة دي ولما خرجت بعدها تجيب مايا لمحت الخوزة فراحت للراجل وقالت له يشيل القفل من عليها وانها ضعت منها فقال لا ما تتهمنش ظلم من غير قدلة في مليون خوزة شبهها ولما رجعت البيت قالت لمامتها انها هتبيع كل الحاجات اللي اشتريتها من باريس عشان تسدد الديون اللي عليها ووقف اتباعهم تاني يوم لحد ما جات لها واحدة واشتريت حاجات بستة لاف ولما جات تدفع جوي قالت لها انها لسه موصلهاش الفلوس فالبنت وريتها صورة فيك مكتوب فيها ستة لاف وخمسمية بس بنتنا قالت لها انها بعتت خمسمية زيادة وطبعا الحرامية قالت لها طب رجعهم لتاني وبنتنا العبيتة رجعتهم وهي ما خدتهمش اصلا ولما رجعتهم قالت لها انها موصلهاش فلوس الحرامية قالتها يمكن مفيش شبكة هروح الحمام بس واجيلك وبنتنا بطيبة قلبها سدقتها بس البنت كانت هربت من زمان وقعدت زوي بعدها تنتب حظها لحد ما شافها راجل كبير وقرب منها بس هي كانت بتحاول تبعد عنه وساعتها جه مننا تشونج وقال له ازايك مش فاكرني انا زميل مراتك في الشغل فقال له لا مش فاكرك وبدأ اي خايف فقال له طب لحظة تصلك بها يمكن تفتكر فقال له لا وعلي اي انا هقومها مش احسن وبعدها قطمها عشان بعتت له خوزة مش اصلية وانه عايز الاصلية بتاعته فزعيت فيه وقالت له انها تتصرف وبدأت تقدم على شغل بس ما كانتش بتتقبل لحد ما اشتغلت فيه كافيه وقابلت واحدة من اصحابها الاغنية فتلجيجت وقالت لها انها بتجرب الحياة هنا بس صاحبتها عرضت عليها تيجي تشتغل في الشركة اللي بتشتغل فيها وتجرب هناك احسن فبنتينا راح تقدمت هناك وطبعا زيره خبرة وكل ما المدير يسألها سؤال تتنع فما قبلهاش في الشغل بس بعدها طلع يتفاهم ما عامل فرنسي كان عايز يلغط عقوده معاهم فهي اتدخلت وتكلمت معايا فالعمل اقتنع بكلامها وقال له انه هيكمل معاهم فوافق اشغالها خمس شهور تحت التدريب لحد ما تثبت نفسها ومن هنا بقول لكم ادرسوا يا عيال لغاتها هتفتكم قوي وفي يوم كان عندهم اجتماع والمدير تشانج سألهم مين عايز يستلم مشروع شركة ميتون فكلهم عملوا نفسهم من الهند وطبعا المشروع لبس فقرابيس بنتنا وبعدين كانت متوترة عشان بتسمع ان مدير الشركة اللي يشتغل على مشروعهم غالس فأول ما نده عليها قامت ضرب التعظيم سلام تقولش دخل الجيش بس لما دخلت لقت تشونج ابننا اللي ما بتقهوش فطبعا قدمت عرضها قدامه وهي بيتها ازا وقالت له انه لازم يغير طريق تفكيره لو عايزي نفس المنافسين وطلبت يغير شكل المنتج والموقع وخلصت عرضها وخرجت بس في يوم اتفاجئت بمديرها وهو عامل اجتماع مخصوص عشان يقول لها ان عرضها توافق عليه وقاعد يشكر فيها وفي زكائها بنتنا برضو جام دمال وتاني يوم وهي راحة تشتغل مع تشونج على المشروع باعتباره اول عمل ليها قررت تعامله حلو فجأة شوية تجيب له اكله وحاجات يشربها وشوية تسئل زرع تتحزد يا بنتي والله وكمان اديته الخوزة بتاعته عشان مايرجعش زلها تاني وبعد الراحة تخسيله الموتسيكل كمان بس وقعته ساعتها جيه وقال لها نهار كتين ايه اللي هب بيبتيده فقالت له انها كانت عايزة تساعده بس الموتسيكل واع منها ونعم المساعدة وبالليل كان بتتكلم مع صاحبها اللي بتكلمه اونلاين فطلب منها يتقابله بس هي رفضت لانها ما اعتبرها صاحب سوشيال وهتبقى مرتاحة اكتر لو فيدر ما يعرفش عنها حاجة وتاني يوم في المكتب كانت شونجي جاي لهدية من شركة فقال له اختنا كيرا تشيلها من قدامه وانه ما بيحبش الهدية ساعتها دخلت جوي وهي جايبه لهدية سمالة عليها فكيرا بست للهدية وهي فاكرة انه هيرفضها بس ابنينة قال لجوي تبطل تجيب له هدية وان منظره بقى منايل قدام الموظفين فقالتنه انها اخر مرة ومشيت ولما فتحها لقى فيها بطاقة فوندق وساعتها بنتينة محروسة جات تسأله على حاجة في المشروع فقال لها ايه ده وحياتهم مك ما كنتش عارف ان اخلاك بيزة كده اقص فحاولت تاخدها منه وحاولت تقوله انها تحطت بالغلط بس ما كانش راضي يدهالها لحد ما دخلت الصفرة عليهم ولما لقيتهم كده مشت عشان ما يجلهاش الضغط وفي مرة دخلت له هي والصفرة سوا فقال له ما فاند ما عايزين ايه فبنتينة كلمته عن علبة الاخل اللي كانت بتجيب هاله وضعت منها فالصفرة قالت لها ايه رأيك تسيبك من الكلام الفاضي ده وتركزي معاه على الشغل وعندها حق بصراحة بطلي مرقعة ياختي فبنتينة بعدها وقفت تتكلم معاه عن المشروع ولما قعدت قالت له انها عطشونة وطلبت تنزل تجيب حاجة فقال لها مش عارف انا جايب بنت اختي الشركة ولا ايه انت دفها هنا يا حاجة وفي مرة جايه مديرها يقول له من العمير راضي عن شغلهم فبنتينة ضحكت لانها ساعدت في شغله فقال لها بتتحكي ليه ياختي وانت عملت حاجة اصلا فقالت انها ساعدتهم طول الليل وخلصت اغلب الشغل بس الحربية التانيين حاولوا يدرعوا على كلامها وقالوا انها ما عملتش كتير يعني بس بنتينة ماسكتش وقالت انها اشتغلت زيهم واكتر بينهم كمان وهو لاحظ انهم بيجدبوا وبعد ما مشي الحربوها قالت لا ما تبقش طمعي حابتي وتنسب الفضل ليكي ولما كانت قاعدة مع تشونج قال لها خير كفالة الشر بتشتغل بضمير كده ليه شكل كده حد ضربك على دماغك فقالت له انها لازم تثبت نفسها في الشركة وساعيتها مبايلها رانه وكانت مامتها بتعايت فلما قامت تروح لها ابننا قال لها انه هيوصلها ولما راحت لقيتهم بيقولوا ان مامتها سرقت مبايل فزقت الست بعيد عن امها وقالت لها تطلع دليل الاول فوروها كاميرات المرابة اللي عدت من عليها امها والبنت اللي شغالة معاها والنوم لما فتشوا شنطتهم لقوا الموبايل في شنطة امها وساعيتها من هنا تصرف وقال لهم خلينا نشوف الكاميرات اللي موجودة الناحية التانية فمديرة المكان قالت له انهم متعطلين بس هو قال لها انه هو يقدر يصلحهم ولما صلحهم وطلع قال انهم عرفوا من الحرامي ويريت يعترفوا نحل الموضوع ودي بدل ما يوصل للبوليس فالبنت اعترفت وحاكت كل اللي حصل واعتذرت للست عشان ما تتحبسش فطبعا بنتينا كانت مبهورة ان يقدر يصلح الكاميرا فقال لها انهم مصلحاش واتفع مع المديرة النوم يقولوا كده عشان الحرامية تخف وتعترف فقالت له يا ابن الله اي ماذا انت معك سيم فقال لها حسيني ما لفظك شوية وبالليل ما ميتها كانت هتطبخ لها وقالت لها دوائك اكل عمرك ما دقتي في حياتك ويا دوب بعدها بشوية كانت بتقول لها الحقين بتطفيت الحريب بسرعة ولما دخلت عليها المطبخ لقيت الاكل ولعت دنيا شكلها فعلا هتدق اكل ما دقتهش قبل كده وعدت الايام بعدها على بنتينا وهي بتشتغل بكل نشاط وبتساعد زميلها اللي ما يستهلوش اصلا وبتجيب لهم قهوة كل فترة لحد ما زميلها قال لها انه هيبدأ يغير من نشاطها ده كده وفي مرة كانت عند الليدر بتاع التيم وقال لها انها هتقدم عرضه قدام العمل ولازم تلبس فورمل فلما راحت تشتري لبس قبلت البنت اللي دايما بتشتري من محلها فالبنت قالت لزميلتها ان جوي كانت من الناس اللي ساعدتها اول ما اشتغلت وكانت بتواجه صعوبة في المبيعات قدام المدير فجوي جات واشترت لبس كتير ورفعت لها المبيعات وساعتها البنت التانية قالت لها طب شوفي كده الفستان ده بس جوي حسيته غالي وقالت لها انها مش هتعرف دلوقتي بس قبل ما تمشي البنت وقفتها وسألتها لو معاش فلوس فقالت لها معيش فعلا فخدتها على جنب ووشوشيتها انها ممكن تاخده وترجعه كمان اسبوع مس ما تقطعش تيكت السعر فخدته فعلا ولما دخلت عليهم قدمت العرض كويس ولا اجدعها وموظفة في الشركة كلها بس كان فيه راجل لقيم وسط العمل لاحظ ان تشونج بننا مركز معيها فبعد ما خلصت العرض قال ان عرض سخيف وكان قاصد بس بننا بيفهمها وهي طايرة وفيهم ان قرش ملحيته فقال لهم ممكن نصوت لأحسن عرض بشكل مجهول عشان يبقى فيه مصدقية بس اللي كسبت كانت منافستها التانية وتشونج بننا مكانش مسدق ازاي عرضها يتوافق عليه وجوي لأ ولما بنتنا عرفت ان عرضها ما توافقش عليه قالت له من حق اعرف السبب فقعد يقول لها قد ايه هي لسه بدون خبرة ومحتاجة تشتغل على نفسها فلما مشت وثابته جات واحدة ودلقت على فستانها القهوة هو يمبين من اوله وشكلها كده مش هتعرف ترجع الفستان للبنت بس بعدها رحت لجدها اللي كانت بترعاه عشان تشوف في المستشفى فقال لها ان الفلوس اللي عالتها ادتها له زمان لسه مصرفوه شو محوشها وقال لها انه عايز سعيدها لو هي في ازمة بس قالت له ان ازمتها هتعدي وهتتصرف في الموضوع ولما رجعت البيت حاول اتلاقي طريقة معممتها عشان يخسله الفستان من غير ما يتبهدل فأمها حطت مسحية غسل كتير لحد ما الفستان طلع دخين اعتمت ده انت اول مرة تخسلي ولا ايه وطبعا بنتنا حظها مني بستين نيلة والفستان كده باز رسمي وساعتها كان ابننا ابو كافر ايه وصغير راح يشتري لها فستان شابه وفالبنت قالت له ان الفستان عليه طلب كتير وحتى لسه مدبع من اسبوع فسألها عن مقاس البنت اللي اشتريته من اسبوع ولما قالت له على المقاس اشترى واحد زيه وبعدها كانت امها بتدور على شغل فلات اعلان طالب مدرس يوجا فقررت تقدم لاني طبعا اليوجا لعبتها وعملت قدامهم حركات صعبة جدا وكانوا مبهورين بيها بس الستة قالت ان اغلب الناس اللي بتجيلهم كبيرة في السن فمش هيقدروا يعملوا الحركات الصعبة دي بس طبعا طانت ام جوي زكية فقالت لها ان شكلها مرهج جدا وسألتها لما بيجيلهاش نفس تاكل فقالت لها انها فيها لما بتاكلش وبتاخد ادوية كتير وسألتها لو عندها حل فقالت لها حلك ان اكتلعبي يوجا فطبعا وافقت وقالت لها من بكرة هتشتغل معانا جدعي طانت ومجوي عفارم عليك ولما رجعت البيت وقالت لجوي انها استلمت شغل جديد اتبسطت وكانوا بيحتفلوا سوا بس الفرحة ما بتكملش ولقوا واحد بيرزع على الباب فاموها قالت لها ما تفتحش وانه ده الراجل اللي له فلوس عندهم بس اموها عملت حركة غبية وطفت النور فالرجل قال لها فاكراني مش هشوف النور بيتطفي شفتك وقعد يخبط جامد وساعتها كان منينا رايح لها البيت والراجل ماشي فقال له انت كمان ليك فلوس عندهم دول عالم نصابة مش رادين يفتحوا الباب ومشي وهو سايب يفطى متعلقة عشان يزبط النوم للصابين فابنينة بكل طيبة طلع عشان يشيلها ولما جوي طلعت تشوف اذا كان الراجل مشي ولا لا بس ما خدتش بالها وافتكرت ان الراجل بيعلق اليفطى فطلعت له بايد المقاشة زي الحمر المتهور وضربته عشان ينزل لحد ما قال لها انا تشونج وربنا ارحميني وتاني يوم في الشغل وقفتها كيرة وديتها دعوة عشا وقالت لها انها من تشونج عشان كان حاسس بالزنب لان عرضها اترافت فقرر يعزمها على العشا وبعدها راحت لتشونج وقالت له دي دعوة عشا من جوي عشان كانت عايزة تشكرك على وقفتك جنبها هي بتحاول توفع راسين في الحلال ولا بتخطط لإيه السوسة دي ولما وصلت المطعم لقت الويتر بتقول لمدير المكان ان عازف البيانو مش هيجي وهيقع في مشكلة كده فبنتنا طبعا دارسة بيانو وقالت له انها ممكن تعزف مكانه بس الراجل ما وفقش لانه ما اقتنعش بيها بس عازفت عشان تثبت له نفسها فوافق وخلت غير لبسها ولما قعدت تعزف كان ابننا تشونج جيه وبيبصلها الاول مرة بنظرة تانية وبعدها سألها تعلمت بيانو امتى فقالت له ان بابا اللي كان عايزها تتعلم فشكر انها عزمته على العشا بس قالت له انا اللي المفروض اشكرك والله احنا اللي المفروض نشكر كيرا عشان جامعتكو سوا اصلا ولما كانوا بيأكلوا ادها الفستان فقالت له ان غالي ورفضت تاخده بس هو صمم وقال لان ده حصل بسبب ولازم يتحمل المسئولية ولما كانوا مروحين افتكرت انها ماخدتش فلوسها من عزف البيانو ورجعت تخدهم ولما خرجت له كانت مبسوطة فقال لها كل ده عشان خدت مرتبك وخلها تركب وراه وبعدها كانت بتبصله من تحت لتحت كل شوية شكلها كده هي كمان هتقع لقريب وتاني يوم في الشركة طلبت من المدير تشانج خليها تحاول تاني في المشروع بس قالها انت مش جربتي مرة وفشلتي كفاية عليك كده بس صممت انها لازم تاخد فرصة كمان وهتتحمل كل المخاطر وبعدها راح تقدمت مشروعها تاني مع مديرها وساعتها كانت شونج هناك وعرفته على مديرها فقال له جادة انك وزفتها وانها شطرة جدا وبعدين لقيت ان مشروعها توافق عليه ومديرها كان فخور بيها وهي طبعا مبسوطة محدش قدها فراحت عشان تشكرت شونج انه ويف جنبها وقالت له انا هرد العزمة زي ما عملت معايا فقال لها عزمة ايه وساعتها كيرا كانت معدية واستخبت فجوي قالت له ان كيرا قالت لها انه عزمها فقال لها وانا كمان كيرا قالت لها انك عزماني فنده على كيرا وجات وهي بتقول له ده اكيد سوء تفاهم وبعدين انتم في ايه ولا في ايه فكزوا في المشروع وقال في مبروك منجلكمش في حاجة وحشة اهي كيرا بقى بقت على راسي من فوق ياريت بقى الشخصيات التوكسك في المسلسلات التانية تتعلم ميلها وفي يوم كانت بنتنا واكلة ادمغز ميلها شغل وراء التاني لحد ما سابها وقال لها معاك المتدرب الجديد خليه يساعدك فقال لها انه لسه جديد وبطيء شوية بس بنتنا قالت له انها كمان متدربة وفضلوا صهرانين طول الليل بيشتغلوا وساعتها كانت شونج بيرن على مديرها وطلب منه حاجة في الشغل فقال له هبقى طلب من جوي بعدين لانها حاليا صهرانة بتشتغل وتاني يوم بعد ما شرحت لهم خطتها الراجل الغيتي تعترض بردو لما ابننا طلب منهم يصوتوا محدش رفع ايده غير شونج فادهم بريك يفكروا اكتر ولما رجعوا وفقوا على خطتها فابننا قال لهم حيل وقاوي انا وجوي بقى هردت بالخطط الجاية ولما دخلت معا المكتب قال لها انه هيصلح لها اللابتوب عشان جاب شاشة زرقوية دوب قاعدت لها اللاب اشتغل فحاول يداريه وقال لها انه لسه هياخد وقت يلاقيه ما عايز تربطها جنبك ولما لقاها بصاله قال لها بتبصيلي كده ليه وساعيتها قالت له انه ناجح ونفسها تبقى زيه ولسه بقى هيتغرف نفسه لقاها نامت ما هي صهرانة طول الليل تشتغل يا حبة عين فراح غطاها وقاعد يتأملها شوية ولما صحيت لقت نفسها بالليل فخدت اللابتوب وروحت على طول وتاني يوم رجبة الباص وراحت مصنعات تباعة ولسه بتتصل بيهم قال لها احنا فلسنا حضرتك البيت دي حظاها دايما في الارض كده فرجعت رجبة الباص وكل ما اتكلم مصنع اللي يقول لها مش فاضين واللي يقول لها عايزين ضعف السعر لحد ما لايت مصنع وافق ياخد طلبها اخيرا وفي يوم تاني كانت رايحة مصنع الزرة فابننا راح يوصلها وكان جايب لها ساندوتشات فقالت له ان امها ما كانتش بتوافق تأكلها من ساندوتشات الشارع بس دلوقتي قدرت تجربها وكان عجبها طعمها فقال لها انا مش فاهم ايه مشكلة الناس مع الساندوتشات دي ده انا كنت بروح ورا جدي في كل مكان وهو بيجرب اكل الشارع وبالطريقة دي قدرنا نفتح الشركة وبعدها بشوية الحلوة نامت فابننا قرر يزنب نفسه ويداري الشمس عنها ولما وصلوا المزرعة كان الطريق مليان تين فرجلها تغرأت تين وقعدت تصوت على خبيتها لحد ما شدها عشان تعرف تمشي وبعد ما قابلوا صاحب المزرعة واتكلموا معا عن الشغل قال لها تعالى جيب للكوتش جديد فملقاش غير شبشب وطبعا بنتنا فاكرة نفسها من هوانم جوردين سيت يوم ما كانتش حبة الشبشب فقال لها استني وراح لبس هو كمان واحد زيه وقال لها اهو يا سيت احنا لابسين شباشب زي بعد ملكش حجة وبعدها كانوا مضطرين يناموا في المزرعة عشان العربية ما كانتش هتوصل غير تاني يوم فصاحب المزرعة شواليهم درة وكانوا قاعدين بيتكلموا وفجأة كان بيشاور لها عن نجوم وبصلها ما قربت منه بس بعدها كانت بتقوله انها ما قاعدتش مع حد وتكلمت كل الكلام ده من فترة طويلة ولما سألها عن اصحابها قالت له ان اغلب علاقاتها سطحية وما تعرفش اذا كانوا اصحاب فعلا ولا لا بس قالها طبيعا انك تخسري اصحابك محدش بيدوم لحد وان كل الناس بتتغير ومن ليل ما كانش فيه غير قودة واحدة واتطروا ناموا فيها هم التالتة بس عياننا الحلوين كانوا عاملين زي الحرامية وبيبصوا البعض كل شوية لحد ما سمعوا صوتش خرج الدوم اللي ما تسيب الخير فقالوا البعض مش هنعرف ننام كده على اساس كنتوا عارفين تناموا اولاني ما تلبسوهاش في الراجل بقى ولما صحيه كان سلق لهم بيت فابنتنا اول مرة كانت تقشر بيت تقريبا وبغوزة البيضة فابننا اقشر لها واحدة وقال لها اخدي دي كده مش هنخلص في سنتنا وبعدها اما راحت الشركة كانت بتزعل زميلتها لانها كلمت نفس مصنع التباع وخليتهم يعملولها طلبية وساعتها لغو طلبية جوي بس الحربوقة مش معترفة بغلاطة فجت الحربوقة التانية وعملت فيها مصدحة اجتماعية وقالت لها اكلم لك مصنع تاني فعشان بنتنا هابلة وطيبة وافقته شكرتها كمان وبالليل راحت مع تشونج مصنع الفشار عشان يجاهزوا الطلبيات وبعد ما خلصوا طلبوا اكل فقالت له واضح انه مش لوحدنا اللي شغالين لحد دلوقتي وانه كل الناس بتتعب وبعد ما خلصوا اكل قال لها مش يلا الروح والنام بقى فقالت له لو نمت مش هقدر اسحتين فقال لها انت شكلك من الناس اللي نمها تقيل وتاني يوم لقيتهم بيكلموها من المصنع وقالوا لها ان حصل عطل في الكهرباء ومش هيقدروا يجاهزوا باقي الطلبيات مش بقول لكم حظها كاسبات كيس شبسي ولما دخلت الاجتماع مديرها سألها عن اخر التطورات في مشروعها فقالت له عن المشكلة اللي حصلت وطبعا زميلها الحربي اشتغلوا في استوانة وقعدوا يقولوا ازاي ده حصل كده هنخسر كتير وبلا بلا 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 فمديرها قال لها تعالي ورايا وقال لها انها تتكفل بكل المصاريف اللي يخسروها بس برغم كده هو فخور بيها لانها جريئة وبتدس في الشغل زي الحديد وده عكس اغلب الموظفين اللي هي نفدت له كريديك كورد وقالت له ان ابوها سبها لها وهتدفع منها المصاريف بس طلب التحول مرة كمان انها تحل المشكلة ووافق تجرب ولما روحت بالليلة تكلمت مع صاحبها السوشيل انها تحاول تعمل كل حاجة عشان المشروع ينجح فقال لها ما ترهجش نفسها في الشغلة اكتر من كده وفي يوم رحت للشرك عشان تتكلم مع المدير المسؤول عن المشروع بس الامن قفل عليها الباب لانها كانت مريبة وبتطفل عليهم فتشونج ابننا جيه وقال له انت قفل عليها ليه قال له شكلها جسوسة من شركة منافسة فقال له افتح يا عم الباب دي معايا فخرجت وهي متضايقة ولما دخلوا للمدير ما خدتش معاها لحق ولا باطل وما خرجوا فاش يتغل لها كله في تشونج وانها تضطر تتحمل الخسار كلها وثابته وهي على اخيرها بس ابننا حل الموضوع وراح للرجل اللغيتت وقال له ان عايز يدفع فلوس طبعة المشروع فقال له انت كده هتضمر نفسك قال لي يعني خايف عليه قوي وهتجيب الفلوس دي كلها منين فقال له ما يخصكش والفلوس هتتبعت لك وساعتها كانت بنتنا رايحة تدين فلوس من راجل بلطاجي بس هماتشون جررني عليها وقال لها ان الموضوع يتحل جر يتقابل ملفاز تقع في الراس ويبقى عليها فوقت بالكوم وفي يوم لقيت بطاقة VIP البيوتي سنتر فراحت مع مامتها هناك وطلبت منهم يرجعوا لها الفلوس اللي دفعتها بس طبعا كانوا بيمطلوب يقولوا لها تعالي يا فاندي منعملك باديكير ومانيكير بقى أرخص سعر طب تعالي نعملك جلسة تنظيف بس هي طبعا عايزة الفلوس لحد ما البنت قالت لها هاتيلي عشرين شخص قريب منك يعمل حاجاتها عندنا وهنرجع لك ساعتها الفلوس وكانت البنت بتقول مستحيل تقدر تجيبهم بس بنتنا دخلت عليها بلعشرين شخص وكانت صدمت حياتها والحمد لله رجعت لها الفلوس بسلام وفي يوم كانت دخل على تشونج المكتب فقال لها انهم اخدوا ترخيص الدور للإنم الجديد وهيبدأوا شغلة عليه وفي نص الاجتماع كانت مرهقة وجعينة فابننا الأخلاق لاحظ كده وقال لي كيرا انه عايز ياخد بريك لانه تعب انت برضو اللي تعبا فبنتنا قالت له انها تروح تاكل وتيجي بس سألها انه طلب لها أكل وطلب منها تفضل مكانها ولما رجع بالأكل قالت له متأكد ان انت اللي جايب الأكل ده أصل مديري كان جايب لنفس الأكل ده بالزبط فقال لها انا اللي طلبت منه يجيب لك فلما سألته لي جاوبها بانها كانت صهرانة بسبب وكان لازم يتحمل المسئولية وساعتها مبايل ورن وخرج بسرعة وبعدها بشوية يكلموها من المستودع فرحت لهم بسرعة فالرجل قال لها انهم لازم يشيلوا بضعيتهم وقال لي هتترمي بره بس فضيته قوله يسيبهم لحد ما مديرها ييجي ويتصرفوا وقفت فوقش اللودر وكان خلاص فادله تكى ويغبطها فابنينة شدها قبل ما يجرالها حاجة وزعق فيهم وقال لهم انه محدش هيلمس البضعة دي ويكلم صاحب المستودع ومنعه من انه يحركها من مكانها وبعدها قال لها انت ليه ما بتخليش بالك من نفسك فقالت له انه ما كانش قدام حل وانه بقى بسببها الموت سيكل عشان يجيب البضعة دي وبعدها جاي عامل المصنع وقال لهم انه هيطف النور ويمشي فجوي قالت له انها هتقعد مع السنة دي عشان تحرصها فالعمل ميشي وطفى الانوار ولما كانوا قاعدين سوا قال لها انه كان مباية الدرة مع جبده في مغزن لحد ما اعتبر المغزن بيته وبقى بيقعد فيه فترات طويلة فقالت له انها عندها صاحب شابه قوي والنوم لو عرفوا بعدها هيتفقوا اصدع صاحبها السوشيال المجهول ولما صحي من النوم كانوا فوش بعض وكل ده تحت انظار عمال المصنع اللي كانوا لسه بيفتحوا المستودع وبيقولوا يا فتاح يا عليم ولما كانت بتشتري قهوة سمعت موظفين الشركة بيقولوا انها كانت مع الموديل في وضع مش ولا بوضفة بنتنا مشت وهي محرجة بس قاملت مننا فشدها ناحية الطبور ووقفوا وراها صاحب يعني مش عاملة عاملة عشان تستخبى ما توز فيهم كلهم وحتى في الأسانسير اول ما رجبوا بقى كل الموظفين ينزلوا بسرعة ويتحججوا انهم نسيوا حاجة ولما كانوا في الريسبشن قال لها تعالي معي المكتب نراجع الأوراق فقالت لا يا أخويا مكتب ايه هتجب لنا فضيحة احنا نقعد هنا وسط الناس فقعد معاها وبعدها اخدها ومشي عشان يأكلوا فقال لها احنا مسترقين الأكل بتتلفتي حواليك زي الحرامية ليه فقالت له شكلك ما تعرفش السيرة في الشركة دلوقتي على مين فقال لها انه عارف بس ما ينفعش يتصرفوا في الدرة كده ويتعاملوا طبيعي عشان الناس ما تشكش وكده او كده الناس رأيها مش مهم جدع يا ابن انت فخر الكل شاب وساعتها جد كيرة هي وموظف تاني وقعدوا معهم فابنتنا كانت متوترة ومش عارفة تأكل فابننا بدل ما يتصرف طبيعي يتصرف كأنهم مرتبطين وحطي لها الأكل قدامها وقال لها انت بقالك فترة تعبانة يسكت بقى لا ده قال لها احنا هنبقى اهل وحبايب بعد كده وحطيت له شطة على اكله وقالت له كل انت بتحب الشطة وقامت تروح الحمام فلما رح وراها قالت له جنابك بتهبب ايه قال لها خلاص بقى اللي حصل حصل وحطي ايده على كتفاها ومشي ده انتم هتبقوا سيرة الشركة في الرايحة والجاية ولما وصلت مكتبها المديرة شانج قال لها انها تأخرت خمس دقايق وياريت ما تكررهاش وتحافظ على مسافة الشغل بينها وبين المديرة شونج ولما ميشي زبط الساعة تاني لانه كان مقدمة عشان يبستي فاوهي لقيت انها متأخرتش وفاضل لسه خمس دقايق والبريك يخلص ها بتحبها بقى اللي نظامك ولما راحوا السوبر ماركت يعملوا استبيان على الرأي الناس تشونج لقاهم وقفين قريبين من بعض وبيوشوشها فكان لسه هيروح لهم بس لقاهم مشوا فراح من وراهم وقال لي جي تروح تشوف معاه فيلم فقالت فيلم ايه ده وساعتها قال لها انه فيلم تحت رعاية مناف سينوم وهيقدروا يفهموا منه تكنية الزرع فاتشانج قال له من الزوء انك تعزي من انا كمان فوراني السينما مش فاضل فيها غير كرسيين فقال له بعد كده لو عايز موظفتي تشتغل ساعات زيادة يعني تقول لي انا الاول فقال له ما تقلقش ده احنا هنعتمد على شركتكم في مشاريع كتير بعد كده ولما دخلوا السينما مسكت وشها فجأة وقالت له ان زميلها في الشغل موجودين ففضل مداري عليها ولما النور طفى بيعد عن بعض وبعد ما الفيلم خلص رجع وقرب منها عشان يداري عليها وكانوا خلاص مشوا فقالت هيا خلاص مشوا فقال لها لسه شوية فحست ان السينما فضيت فبعدت وقالت مهم مشوا هو مال بتستعبط لي زي انت استحلتها بقى وفي يوم كانت صهرانة بتشتغل معاه فقالت هو لي عندنا شغل كتير كده فقال لها ما انا شغال معاك وهو انا بلعب فسكتت وحطت جازمة ببققها وتاني يوم كانت مدهولة مش نايمة فقال لها المفروض ان تشونجي يبقى حناين عليك شوية بيلمحولها يعني ان دي مش اخلاق اتنين مرتبطين قررت تقول له من عندها بويفريند فعلا وان اسمه لينوي برئيس شركة تانية وساعتها كانت كيرة بتينقل تشونجي مننا الخبر وهو كان مصدوم وبعدها كيرة كانت رايحة تقابل لينو في درس اليوجا لانهم بيتقابله هناك كتير وكان بيلمح لها انه معجب بيها فرحت عشان تكشفه على حقياته وقالت له نم على بطنك وخلعت له كدفه من مكانه ده انتهت بات في المستشفى سنة بحالها بعد اللي حصل ده في يوم كانت بنتنا بتقدم عرض فتشونجي قاعد بصص لها وبيفكر في كلام كيرة عن انها مرتبطة بواحد وقاعد حاسس بالخيانة تقولش وعديده بالجواز وغضرت به بعد العرض لقاها بتتكلم في التليفون فقال لها ممنوع مبيلات في الشغل بس قالت له دي مكالمة خاصة فمشي وهو هاي فارقع ولما راح يوصلها قال لها مش عايزك ترتبت عشان تركز على شغلك فقالت له بالعكس لو ارتبطت نفسي هتبقى مفتوحة على الشغل بس قال لها انا عايزك تركز علي انا بس اصدع الشغل يعني شد ايام تول بس بعدها قال لها يعني لينو بتاعك ده بيناديك باسمك ولا بيدلعك ده انت حشري جدا هيفريق معاك في ايه المهم لما روحت البيت صاحبها السوشيال كان بيقول لها ان صاحبه معجب بواحدة بس اكتشف انها مرتبطة فقالت له تأكد الاول لو مرتبطة فعلا ما يمكن ما عندهاش بويفريند بالله شكل صاحبك المجهول ده هيطلع تشونج ابننا المهم تاني يوم قالت له بعد كده عايزين نسيب مساحة بيني وبينك بما اني مرتبطة وعشان الموظفين مايتكلموش علينا فقال لها يتكلموا علينا في ايه هو احنا عملنا حاجة بس بعدها ابننا راح هو وكيرا يقابلوا لينو عشان يطيفوا معا على الشغل وكان ابننا قاعد بيصغر له بعينه لحد ما قال له هو انت مش مرتبط امان ليه ما اعلنتش عن علاقتك فلينو قال له ارتباط ايه امت ده وساعتها مبايلي ابننا حابك يرن وقام يرد بسرعة ورجع له تاني وهو بيصغر له بعينيه تاني وميديله قلمين احسن كده مش نافع وفي مرة كانت جوي قاعدة مع ابننا وقالته تفتكر لسه في اشعاد بتطلع علينا وقاعدت هالفت في الكلام وهو سمعها بس الحد ما قال لها تعالي ورايا فقابلوا فطريهم شوتان الموظف الجديد وكان مع مدير القسم بيقوله انه قرر يستقيل بس الوات كان مخصوب على كده ومش عارف ينتق فرجع ابننا المكتب وهو متعصف فلما سألته عن سبب عصبيته وقال لها ان مدير القسم ده راجل متخلف ودايما بيطرد الموظفين الاسكية ويضغط عليهم عشان خايف يبقى احسن منه فشكرته لانه كان كويس معيها ودايما وقف جنبها على عكس اي مدير رخم فقال لها حيس كده بقى ما تقوليلي انت يقولينه مرتبطين بجد ولا بتهزره ساعتها سألته انت عايز الموضوع يطلع كذب فقال لها ياريت يبقى حقيق عشان يوقع معي العقد بسهولة ياريتك ما اتكلمت يا شيخ وتاني يوم كان ابننا قاعد مع شوتان فدخل عليهم مدير القسم اللي طرده فابننا قال له ان شوتان بقى مدير قسم تطوير المنتجات يعني في نفس منصبك فاحسن لك تشوف شغلك كويس بعد كده وساعتها تلاقلك وقال لشوتان انت مش كنت وافقتي تستقيم فقال للمدير تشونج حال المشاكل اللي قلت ان همر بها لما استقلتش فعشان كده رجعته طبعا خطته تكشفت وكان شاكله يكسف وفي يوم كان في حفلة فابنتنا شافت ان لينو مبعوط له دعوة فخافت لانها ما قالتلوش ولما طلعت برة وبصت في صورهم افتكرت لما قابلته في باريس وكانوا عايشين سوا مع اثنين زميلهم وساعتها كان نازل من العربيته وقالت له حد سألك عني انت عارف بقى ترد ازاي فقال لها يعني استخدمتني من غير ازني فقالت له ساعتني المردي بس كل دو مننا قاعد بيتصنط عليهم في عربيته ولما نزل راح ريكب مع الأسانسير وقال لها حبيبك لينو جاي اكيد مبسوطة طبعا فقالت له اه طبعا مبسوطة والنبي هو اللي مبسوط والدون يا ميسا يا عاي بعدما قافش كذبتك ولما دخلوا الحفلة كيرة قالت لينو يروح يحط ميكاب لو حابف فقال لجيت روح معي وساعتها من هنا قال هي جات علي هروح حط انا كمان ولما كان الكل متجمع على طربيزة واحدة الحربوة واللي معاها سألوا لينو لو مرتبط حاليا بس قال لهم ان ده موضوع شخصي بس أصروا على الموضوع وسألوا لهم مرتبط بجوي وساعتها بنتنا كانت هتمشي بس اتشونج وقفة وقال لها رايحة فيه ان ده الموضوع لسه هيحلاو ورجع قال لهم خلاص يا جماعة قفلوا على السيرة دي بس الحربوة عايزة تطف نارها وقالت معلاش لازم نطمن على بنت شركتنا فالينو قال لهم النوم كانوا مرتبطين في عنا بس ما لحقوش يزعلوا وكمل كلامه وقال النوم انفصلوا بعد فترة وبقى أصحاب دلوقتي فقال لها واضح يعني انكم ما كنتش بتحبوا بعض فسابته ومشيت بس طبعا ابننا هو اللي خطط لكل ده وطلب من لينو يقول للموظفين انهم مرتبطوا وانفصلوا عشان تعرف تشتغل من غير ما حد يقول لها انها بتنجح في الشغل بسعب حبيبها وفي يوم كانوا بيتمشوا سوا فقالت انها من ساعة ما جات من السفر ما عملتش اي ذكريات فطلع مبايلها وصور فيديو معايا عشان تفضل فكرة الوقت طويل ولما قعدوا كان بيلمح لها بكلام غريب من نوعية ان الغيوم ما بتفهمش الريح بس الانسان بيفهم مشاعره تجاهد الشخص اللي قدامه فسألته بيفكر يعمل ايف المستقبل فقال لها ان كل اللي بيفكر فيه هو اللحظة اللي عيشها دلوقتي وسعيتها جيه ولد صغير وقال له اشتري وردة لحبيبتك فجوي قالت انها مش حبيبته وشكرته بس اننا وقفه قبل ما يمشي وخد منه كل الورد وقال لها اعتبر الورد هدية من الولد الصغير نحاول اني صدقت وبعدها راحوا الملاهي وفيدلوا يلفوا يهزروا يلعبوا سوى لحد ما قالتلوا انها لازم تروح فلما سألها عن السبب قالتلوا انها اشتري التكييف والمفروض تشوف حد يجي يركبه فقال لها يا طار عارف حد كويس يركبه اصلا وبعدها كانواقف معاها والراجل ماشي بعد ما ركب التكييف وشكرته انه فيدل معاها وإلا كانت ضحك عليها وبعدين كانوا بيأكلوا فسمع صوت المياه بتنقص فعمل فيها سباك وقام يشوف الحنفية بس اطلع لهم وهو مبلول وحالته حالة فجابت له لبس جديد وتأسفت له على اللي حصل له بسببها وقالت له انها بقت مع تبراسة صديقها المقرب وبتحب تشارك معاها اي حاجة بتفرحها فقال لها طب لو بقينا اكتر من اصحابها لها نفكر ان شارك حاجات اكتر فتخضت وقالت له زمان لبسك نشفها اما جبهولك وفي الشركة الحربوقة طلبت من جوي تجمع بيانات وأخبار العميل وتبعتها لأربع الفجر فقالت لها ازاي الفجر ده بدري قوي بس قالت لها ده شغلي يا حبيبتي اعمل اللي يطلب منك فبنتنا فضلت صهرانة بعدها وتاني يوم الصفرة الغلوية حاولت تحطها في مشكلة وقالت لها انها بعتته ناقص فقالت لها انها عمل الكل اللي طلبته منها ساعتها وجي ابننا وقال لها انهم لازم يخرجوا فجوي قالت له يسبقها وهتحصله وقبل ما تمشي قالت للصفرة ان اللي عب من عندها وانها ما بعتلت لهاش كل حاجة فمش من حقها تحط اللوم عليها وفي يوم تاني جي مديرهم وقال لهم ان شركة ميتون سلمتهم مشروع جديد يشتغلوا عليه وميزانيته 2 مليون وساعتها بنتنا فرحت لانهم بيسلموهم مشاريع بسبب نجاح اول مشروع اشتغلت عليه ولما كانوا في الاجتماع قال لهم مين هيشتغل على مشروع شركة ميتون فابنتنا رفعت ايدها هي والحربوقة فقالت لها انتم قبل كده ما كنتوش بتحبوا تمسكوا مشروع تخص شركة ميتون اش معنى دلوقتي يعني فقالت لها من حقنا نشارك احنا كمان ايوه عليك بيت تنحى ولما كانت عنده مديرها كان سرحان وهي بتتكلم وشكل السنرة غمزت ويعف حبها بس فقى فجأة لما سألته اذا كانت ماشية صح في الشغل فقال لها لو ويف قدامك اي حاجة كلميني سواء في الشغل او برا الشغل بس قالت له انها مش عايزة الناس تقول عليها بتستغل مديرها وشكرته وخرجت وفي البيت لقت تشونج ابننا رايح لها فقالت له هي وكالة من غير بواب ايه اللي جابك فقال لها انه جهي طام من عليها وسألها لو انت كيف شغال فكيزبت وقالت له اوه شغال ما تقلقش خدتوا بالكم انها مش عايزة يدخل خالص ايه المهم ساعتها جات جاريتهم فندهتهم معه وساعتها طانطم جوي قالت له يدخل يكن معاهم كان لسه هيدخل بس جوي قالت لها لا هو مجغول بس طانطة اصرت يدخل برضو وفي مرة كان بيكلمها بس كانت بتعامله معاملة وحشة فسألها لو غلت في حقها فقالت له انها مشغولة دلوقتي وقفلت في وشه فرح لطانطم جوي وقال لها جوي زعلانا مني يا ام جوي وطلب تتوسط له عندها فقالت له هتكلمها وتشوف زعلانا منه ليه ولما طانطة قعدت معاها قالت لها بتعامله الواد وحش ليه فقالت لها سيبك منه يا موم انا عندي حاجات تانية شغلة بالي اصل بنتنا امرأة عاملة وبتجري على اكل عيشها وتاني يوم رحت تدور على مدونة اسمها بابونج عشان تشتغل معاها على مشروعها الجديد بس الامن ما كانش راضي يدخلها وحتى لو بحاولت تستخبف عربية دخلت افشت برضو لحد ما شافت عربية دخل فقالت له ان اصحابها سابوها ودخلوا طلبت يوصلها لجوة فخليها تركب وعدت بسلام وبعدها قعدت تدور عليها جوه في كل مكان لحد ما تاهد وساعتها ابننا كان بيتصل عليها ما بتردش فرح سأل زمائلها وقالوله انها راحت تشوف بابونج منه دوينة ولما راح المكان فيدي اللي دور عليها بس ساعتها كانت وصلت على اول الطريق وشافت بابونج بتركب العربية فجريت وراها وهي بتسرخ يمكن تسمعها بس كانت مشيت وساعتها ظهر ابننا وهو فاتح كشاف الموبايل في وشها ولما شدها على العربية قالت له ايه اللي جابك فقال لها احمدي ربنا ان انا لقيتك انت ما كنتش هتستريحي غير لما حد يعبك في شوال ويخطفك فقالت له انها جات عشان الشغل فتنرفز عليها اكتر وقال لها ممنوع تروحي اماكن زي دي من غير اذني بس قالت له بصفتك ايه يعني خطيبي قريبي ابن جو زمي فقال لها انا هروحك البيت احسن عشان مرارتي ما تدفقعش وتاني يوم جهي اعتذر لها وطلب منها تتعشى معايا بس اتحججت وقالت انها مشغولة فقال لها مشغولة في ايه يعني هو العاش معايا هيعطلك فقالت له اه هيعطني وبالليل ابننا طلب يقابل لينو فلينو سأله كان عايز ايه فقال له انه كان عايز يخرج مع جوي بس اتحججت وقالت انها مش فاضية فقال له يعني ما اعتبرني سد خانة جوي ما جاتش يبقى ناجي مكانها فقال له لا يا جدع فهمتني غلط بس لينو قال له هقوم اعمل تليفون وجيلك فكلم بنتنا وقال لها تيجي تتعشى معايا ولما وافقت قال لها انا معايا واحد صاحبي بس ما تيليش يعني هو لازلتها تستريح معايا عادي وبعدها وهم قاعدين لينو قال له ان في حد جاي يقعد معاهم بس ما رضيش يقول له مين ولما جات قال لها يعني فاضية اخرج تشوفي لينو ومش فاضية تشوفيني فقالت له لينو صاحبي من زماني انما انت بيربطني بك الشغل وبس فقال له يعني لو اعتبرتيني زي ومش هتناص منك حتا وفيد له يتخانقه فلينو قال له مستاهدوا بالله جماعة ده الشيطان ودخل بينكم وتاني يوم راحت تقابل بابونج فقالت لها ان خطتها كويسة بس مش هتعرف تشتغل معايا عشان وعدت معجبينها انها مش هتشتغل مع اي شركات تاني بس بنتنا لما خرجت لات مدونين كثير بعتولها عشان يتعاونوا معيها وتلعت بابونج هي اللي كلمت اصحابها عن جوي بنتنا وديتهم الاكاونت بتاع عشان يكلموها وبعدها قابلت لينو فطلب منها تلعب معاك كورتريش عشان هيقابل واحدة ومكسوف يروح لوحده فوافقت تروح معايا وديها عنوان الفندق وبالليل كان ابننا رايح لجوي وجايب لهم اثنين كيلو موز في الخير مبيدخلش بايده فاضية فطنت قالت له انها خرجت في ديت مع واحد وديته عنوان الفندق فراح على هناك بس معرفش يدخل عشان مش حاجز قوضة بس لما راح يحاجز قوضة كانت كل القوض مليانة بس الجيش قال لك اتصرف فراح يتصرف من وراء المبنى وطلع عالسلم عشان يشوفهم بس العمال جوم شالوا السلم ده انت واقعتك هباب فتصل بكيرة عشان تيجي تلحقه وجابت له سلم ولسه هينزل لها الامن جايين عليه وقفشو كأنه حرامي وساعتها لينو وبنتنا جوم وشافوه فلينو قالوهم يصبوه وانو صاحبه فبعدها بنتنا سائت فيها وما بطلتش دحكة وقالت له ان ما كانش فيه داعي يخاف عليها هو حد هيكلها يعني وبعدها قعدوا سوا في مكان تاني واعتذر لها عن اللي عمله وفي الشركة المدير اعلن ان جوي هي اللي هتمسك المشروع لانها تعاونت مع مدونين كتير وبعدها جات جوران الصفرة الغلوية تقول لبنتنا لو عازت حاجة تقول لها فالمدير قال لي جاي تخلي جوران تشتغل معها على المشروع بس قالت له انها تقدر تشتغل عليه لوحدها فالصفرة قالت انها موافقة وهتسمع كلام المدير بتسمعك كلام قوي يخربته لدمك وبعدها لما ابننا شاف جوي دخل عليه كان هيطير من الفرحة اصلي مش معقول حد غير هيمسك المشروع المهم في يوم مديرها عزمها على العشاء وسألها عن رأيها فيه وفي الشغل يعني عشان مكسوف يبين انه مهتم بيها فقالت له انه اسطورت الشركة وانها بتتعلم منه بس حاول يلمح لها اكتر وقال لها انا عارف انك مش فاضي غير للشغل وانا صح هتحاول تركز برضو على حياتها وتقابل شخص تحبه حتى لو كان قلال شغلها ما تقول لها بحبك وتخلص يا اخويا ده ايه واجع القلب ده وبالليل كانوا متجمعين في حفلة عشاء فلما ابننا شاف جوي قعدة مع مديرها مدي ايده بينهم بس كل ما اشوفهم بيتكلموا يرجع يمدي ايده تاني لحد ما وقفوا يلعبوا لعبة والخسران يأكل لمون فجويا ما خسرت كان مديرها يأكل اللمون معاها بس تشونج ابننا اخدها منه كل ما تخسر يرجع يأكل معاها وتاني يوم بنتينا راحت عشان تتكلم مع ممثلة وتاني معاها العقد اللي مضيته مع شركة ميتون بس لقيتها بتعامل مساعدتها بشكل وحش وقالت لها تجيب لها اكل من مكان تاني فلما راحت تكلمها قالت لها انها بتحفظ سطور الدور بتاعها وتبقى تيجي تكلمها كمان ربع ساعة وبعد ما عدى ربع ساعة راحت تاني تكلمها بس كانت بتلعب جيمز ومش معبروها فرجعت ندهت عليها تاني وساعتها قالت لها انها جاي بعد 17 دقيقة وانها ضيعت من وقتها الغالي وقالت قيل غالي يا ولية دا انت كنت بتلعب جيمز وكل ما تيجي تتكلم معاها هتمشي وتسيبها عشان مش عايزة تنهي العقد وساعتها جاي مديرها وقال لها انه هيتصرف معاها بس حتى هو كمان طنشيته ومشيته لما كانوا وقفين مستانيين لحظة مناسبة يكلموا فيها الأستاذة اللي عملانا فيها بنت الوزير لقوها بترمي الأكل اللي البنت جابته فمساعدتها قالت لها انها ما بقتش متحملة طريقتها وهتستقيل وطلبت تدفع لها مرتبة اللي ما خدتهش بقالها شهرين فبنتنا شافت انها حالية متعصبة وما ينفعش تكلمها فأجلوا الموضوع لحد ما تهدى ولما كانت راجع من عندها لقت ابننا ومديرها وقفين مستانيينها وعايزين يوصلوها فقالت لتشونج انها تمشي مع مديرها عشان عندهم حاجاتها يخلصوها سوا ولما مشيت مع مديرها قالت له ان الممثلة دي شبهها في حاجات كتير لانها خسرت كل حاجة فجأة وبتعاني فبقت بتتصرف بالشكل ده فكل اللي حواليها بيبعدوا عنها وقالت له انها ساعدتها تحل مشكلتها وطلبت منها تعمل فيديو تتكلم فيه مع معجبينها عن مشكلتها بس في الاول ما كانتش موافقة بس وفقت تعمله في النهاية وساعتها قال لها انه فيهم هي اللي ساعدتها لانها بتفكرها بنفسها وبالليل في الشركة كانت قاعدة بتشتغل على الفيديو بتاع الممثلة فتشونج جاه يشوفها وفيدلو اللي اتنين وقفل لها فقالت له منها مش هتعرف تشتغل وهما فوق راسها كده بس مننا قال لها نجاية طمن على الشغل يوه فقالت له ما تقلقش لو عملت حاجة غلط هاستقيل بس مديرها قال لها أنا لليه يا كلمة الاخيرة عن استقلتك يعني مش هتسيب الشركة ولا حتى بطاب للبلدي ويدا يقول لها انت اهم الشركتي والتاني يقول لها لا انت اهم الشركتي فعل اتنهم يسكتوا عشان تردوا على امها فابنينة حاب يثبت انه قريب منها وقال لطنطن هيوصل جوي ومتيلقش عليها ولما وصلها كان جايب لها دفاية كهربائية فطنطن موجوي كان عادة اصرت عليه يأكل بس المرة دي كانت طبخة بنفسها فقعد يأكل وهو مجبور وخلص الطبع عشان يرضي حماته المستقبلية وبعدها جوي دخلت وقودته عشان يشوف فيديو الممثلة اللي اشتغلت عليه ورحت تخسل الموعين بس قال فيديو ايه وبتاع ايه وقعد يشوف فدحتها لما فتكرت ان الرجل صاحب البيت حرامي فلما دخلت عليه حاولت تاخد اللام منه لحد ما وقع السرير وقعت فوقه وساعتها مماها دخلت القودة وقالت لهم شكل جيد في وقت مش مناسب فابنينة خط بعض ومشي وتاني يوم لما نزل الفيديو الممثلة شكرت بنتنا وقالت لها انه في وكلات كتير كلمت عشان تتعقد معيها وفي الشركة كانت بتحكي لصاحبتها اللي حصل فمديرها كان وقف مركز معيها لدرجة ان المياه كاب بتبرق كوباية فمشي عشان يحافظ على قرامته الله تطبع تردي وبعدين كانت قاعدة مع تشونجو وبتتكلم عن شركته فحض ايده فجأة على اديها وقال لا ما تلاقيش فغيرت الموضوع وشكرته على الدفاية اللي جابها وقالت له انها الجبله هدية ففجأة ضمن مقدمات قال لها هو انا عجبك بس كان فيه اصوات ناس بتحتفل وما سمعتش اللي قاله فرجعت سألته بس مبايلها كان بيرين وقامت تروح على البيت بس قبل ما تمشي سألته كان عايز يقول لها ايه فقال لها ولا حاجة عادي وضرب نفسه ألم بعدها يمكن يفوق المهم حصل اللي كان قلبي خايف منه وتشونجر حلوم الشركة في يوم وقال ان شركته هتوقف شغلة حاليا مع شركتهم فسألته عن السبب بس ما قالهاش حاجة واضحة وفاهمة انها مشكلة تخص شركته وهيحاول يحلها بس هي كلمته بطريقة وحشة لانه مش عايز يفاهمها ولانها تعبد في المشروع وثابته ومشيت وفي يوم تاني رحت له الشركة فقال لها انا قلتلك ما تجيش هنا تقولش داخل تفجر الشركة ايه يعني ما تيجي يا اخوي فقالت له انها عايزة تفهم اللي بيحصل فقال لها ان في حد من شركتها سرب معلومات لمنفسينهم عشان كده مش هيقدروا يشتغلوا معاهم فترة وبعدها رحوا يقعدوا سوا في حتة بعيدة عن الشركة وطلب منها تشتغل على المشروع في الديرة من غير محد يعرف بس هي كانت حاسة بالإهانة لانه حط مساحة بينهم وقالت له مدام حطيت مساحة بيننا من الاول يبقى تقوم تروح وقامت جابت لنفسها ساندويتش فراح بعدها يجيب لها انواع كتير من الاكل على اساس كده بصالحها بس ما رديتش تاكل منهم ولما ميشت تفصت ومدت ايدها في الاكل لبس هو كان واقف بيرائبها شفت بقى تفاصتك هتوديك في الدهية ولما كانت قاعدة بتشتغل مديرها قال لها انها طول ما هي معاها تتعلم منه حاجات كتير فقالت له انها نفسها تبقى ناجحة زيه بس قال لها انها شطرة جدا ووصلت لحاجات مقدرش يوصلها فقالت له ان عمال يمدح فيها من صباحية ربنا وسعتها قال لها انها بنت كويسة جدا وانه بيحس بالنشاط دايما لما بيشوفها فحست ان كلامه غريب وقالت له امسك اللاب كده على ما امع من مكالمة وبعدين خرج وراها وقال لها انه جابها هنا عشان تغير جو لانها كانت متوترة الفترة اللي فاتت فلما شكرته كان هيحاول يقول حاجة بس قطعته وقالت له انه ندخل الجو برده وسابته واقف والكلام محشول في زوره وشكلها كده كانت عارفة انه هيعترف لها بحبه وتاني يوم في الشركة كان فيه اجتماع وكيرة شغالت فيديو وكان ظاهر فيه الراجل السوسة اللي شغال معاهم وكان هو الجاسوس اللي صر بالمعلومات وبعدها لينو قال لي جوي ما عرفتش اللي حصل ده تشونج حل المشكلة اللي حصلت فقالت له هعرف ازاي والمحروس ما قاليش فقال لها ان تشونج شاطر في شغله زي الامر وبسيمسم وهيبقى كويس ديها لو ارتبطت بيه فقالت له مستحيل طبعا بس ما كانتش عارفة داري ابتسامتها يا ماما حبك بان خلاص الانقار مش هيفيدك وفي يوم خرجت مع تشونج وسكره فبدأت بقى تهلفت في الكلام وقالت له انها بتحب واحد بس هو ما بيحبهاش فقال لها مين ده اللي بتحبيه وبعدها وصلها البيت ولما دخل بيها وقعت فوقه على الكنبة وما بطلتش هلفتها في الكلام فنيمها وقام ماشي وتاني يوم كانت رايحها تشوفه فشافت الراجل اللي خلاها تعزف قبل كده وقال لها ان الناس رجعت تسأل عنها وزعلوا انها مشيت فشكرت وراحت لتشونج وساعتها سألها مش فاكرة عملتي امبارح فقالت له ان اخر حاجة فاكراها انها كانت مع امها لما صحيت فقال لها لا بس انت عملتي حاجة فقالت له هكون عملتي ايه يعني طالما كنت معاك ايه مش محتاجة لا بس سألها هو مميز في ايه يعني عشان ما تقلقش اخي انت كلك مميزة يدريد فيلك ماشي على الارض فقالت له ان شخص مسؤول وبتحس معا بالامان وبعدها كانت عايزة تسأله عن حاجة بس كانت خايفة يفكر بطريقة تانية فقال لها مش هفكر ما تلاقيش بس قطع كلامهم من المدير وهو جاي الطبق مخصوص لبنتنا ولما كانوا بيتمشوا سوا قالوا انه بيحب فيها انها بتقولوا بتعمل حاجات ما بيقدرش يعملها وانه في الماضي كان شخص سايق بالنسبة للناس فسألته عن اللي عمله فقال لها انه غلط غلطة كبيرة ومحدش هيقدر يسمحه وساعتها قالت له ان الماضي مش مهم وانه اغلب الزكريات شبه برامج الكمبيوتر اللي ما بتتحذفش وملهاش لازمة بس بنحاول ننساها وانه من ساعة ما دخل حياتها وفي حاجات كتير حلوة بتحصل لها فحضنها وشقرها على وجودها في حياته وبعدها كان هيعترف لها بحاجة بس نبايلها حبا كيرين ولما ردت تلعت امها في المستشفى وروحولها بسرعة ولما شافتها قعدت طوال والوطعيت لحد ما امها شافت السطرة من جنبها وقالت لا انا هنا ايه الفضايح دي وخدوها بعدها على البيت فطنت طلبت من ابننا يجيب لها ورق من الدرج ولما فتحه شاف صورة ابوها فعد عليه شريط حياته لما كان طفله عايز ينتحر بسبب ابوه اللي كان بيعمله وحش وشايف اخوه احسن منه وساعتها كان ابو جوي موجود ولما نط نزل وراء عشان ينقذه بس انقذه وغرق هو ففضل يلون في نفسه ولما راح جاناسته شاف جوي بيطعيت فقرر يرمي نفسه قدام العربية بس جوي ساعتها انقذته وقالت له ان ابوها كان بيتعصب لما كانت بتعد الشارع بتهور بس تشونجا قال لها انه يستحق الموت بس سألت له انه لازم يعيش حياته كويس فقرر يسألها عن الاكاونت بتاع عشان يتكلمه ويبقى صحابه من ساعاتها بيتكلمه كل يوم وبيشاركه مع بعض كل حاجة لحد ما كبره سوا فسح من ذكرياته وهي بتناديه فافتكر لما قالت له انها معجبة بيه فقال لها انه هو كمان معجب بيها فسألته بيبصلها كده ليه هو في حاجة على وشها بس سألها انه لازم يقوم يمشي وتاني يوم الصبح جالها وجاف طل لماميتها ولما كانتها تروح الشغل قالت له انت لسه قاعد ليه فقال لها انها هيقعد مع ماميتها يهتم بيها عشان ما تفضلش لوحدها ولما راحت الشغل ومديرها عارف بالله حصل قال لها تاخد اجازة فورا بس هي ما كانتش عايزة تغيب من الشغل فقال لها ان الاهل اهم من الشغل وخلاها تاخد اجازة فترة وترجع على البيت وفي يوم كانت شونجا قاعد بيلت ويعجن في العجين تقولش ست بيت شطرة يخوتي فطنت قالت لها انه بيعجن احسن منها بس جوي ما تعرفش تسكت لازم تقطن فيه وقالت لها احسن في ايه ده كوم وكله نازل في الطبق بس طنت دفعت عنه وقالت انه من ساعة ما بقى يقعد معاه في البيت وحست انه بقى واحد من عيلة فجوي اعترضت وساعتها الباب كان بيخبط ولما فتح لقى مديرها فقال لها انه جيه يزور ماميتها فجوي عرفته عليها وكانت لستها تجيب لكرسي فابننا جيري جاري يجيبه هو فالمدير قال لها واضح انه عارف المكان كويس وبعدها قال لجوي ما تجيش الشغل غير لما ماميتها تتحسن فطنت قالت لجوي انت بحظوظة والله حتى تشونج بيجي البيت كل يوم يساعدني فالراجل شرق وهو بيشرف فكانت لسه هتجيب له منديل بس تشونج اداله بسرعة وبعدها كانت هتديله مياه بس برضو تشونج ام زي الرهوان يجيب له واخدين بالكم انه مش عايز جوي تساعده في حاجة المهم فمديرها قال لها شكله صاحب البيت ده حافظ البيت اكتر منكم وبعدين كان ابننا واقف بيطبخ اسم الله عليه فالمدير تشونج قال لجوي لما بيجي يشتغل هنا ويطبخه مالها يعمل ايه في الشغل فكانت هتدخله بس قال لها سيبينا بهزر احنا لازم نهتم بتونط برضو فابننا طلع له وقال له طب مين هيخلص بقى الاكل فقال له انه هيقوم يخلصه زي الشاطر فقعد ابننا ياكل معاهم وهو شمتان فيه بس تشانجت لعلوم وهو طبخ اكل اللي يعلى عليه وطنط كانت مبسوطة بيه وبعد الاكل ابننا اخد الزبالة يرميها بس تشانج قال له سبهالي وقعدوا يتخنقوا من يرمي الزبالة فجوي قال اتنون بطلوا شغل العيال ده فابننا قال له خدها طالما الزبالة عجباك قوي وفي المستودع كانت تشونج بيرائبها وهي طبعا حست ان في حد لغاية ما جيه من وراها وقطع لها الخلف فقال لها انه جيه يتطمن عليها بس وهيمشي فقالت له امشي مع السلامة وصاب لها شمسية عشان المطر فخدتها وخرجت بيها وهي مروحة وفي الفندق كان رايحين يقابلوا عميل فجوي سقالته لو في حد من الشركة بيجي هنا فقال لها ان اغلب موظفين شركة تشونج عايشين هنا هو تشونج ما قال لكيش فقالت له هيقول ليه يعني وساعتها تشونج ظهر فقال لها اهول بشا شرف فقالت له طب يلا نطلع قبل ما يشوفنا بس جيه من وراها فتشونج قال له انهم رايحين يقابلوا عميل فهو كمان قال له انه جاي يقابل عميل وبعدها طلعوا الاسانسير فابننا جري يلحقهم وفيدل من رائبهم لحد ما شافهم دخلين القودة سوا فالفوري ابتدى يلعب في عبه وكانها يروح يخبط عليهم بس تشونج طلع من القودة فجأة فرجع تاني بس قرر يروح يتسحب حوالين قودتها وساعتها طلعت افاشيته وقالت له جنابك بقى بتعمل ايه قدام قطي فكان لسه بيخترع حجة بس مديرها جيه واخدها ومشي عشان يخلصوا شغلهم وبننا واقف بيطلع دخان من ودانه وبالليل كانت مع ابننا بيكلوا برة وقال لها ما نرجع سلفيني شاحن ولما رجع قالت له يستنى عند باب القودة ودخلت بس ابننا فضولي هيموت ويشوف قودتها فقالت له انا مش قلتلك ما تدخلش فطلع حجة من تحت الارض ولما كان هيمشي الباب خبط وطلع مديرها فدخلته يستخبك انهم عاملين كارثة وراحت تفتح ولما دخل حطلها ورق اتباعها كله وخرج فدخلت جوي تدور عليه بس اطلع لها من تحت البطانية زي عفريت العربة ولما كان هيخرج المدير تشانج جيه وشافهم بس الاتنين الحلوين بدل ما يكحلوها عاموها ويتكلموا في نفس الوقت عشان يدفع عن نفسهم بس كل كلامهم كان مختلف فسبهم وهو متأكد ان في حاجة بينهم وفي يوم كانت شونج بيكلم في الموبايل وكانت جوي بتتلزق فيه بس هو ما يعرفش مين دي لحد ما خد باله انها جوي وكانت وقفة زي الاراجوز وهو بيضحك عليها وساعتها كان العمال بينقوله يفتا كبيرة وكانت اطاع على بنتنا بس تشونج الحيها قبل ما اجرالها حاجة وبسها وطبعا ما كانتش معترضة وجريت بعدها بس ابننا حس انه غلت وراح وراها وقال لها انهم خلصوا شغله ويرجعوا بكرة فقالت له هو ده اللي هتقوله ومش عايز تقول لي حاجة تانية فقال لها انه كان خايف عليها بس اتهور وغلت فزعاقيت له لانه تخط حدوده وجريت قبل ما تعرف رده ما شفتش في غبائك يا اخي ولما كانت مع مديرها الباشا شرف وليه عين كمان يقف يكلمها فمديرها كان هيقوم ويسيبهم بس بنتنا قالت له احنا ما عندناش حاجة نتكلم فيها فامشي من سكات وساعتها المدير تشانج قال لها انا معرفش اللي حصل بينكم بس واضح انه ما قدرش يوصل لتوقعاتك فقالت له لانه مش قادر يقدم للناس اللي متوقعينه منه ولما كانوا مروحين قابلوا كيرا ولينو نسيت اقول لكم اصلي حلوين دولر طبطوا بقع صفير الحب المهم كانوا وقفين على رسهم بس كيرا ولينو قالوا لهم يقعدوا فابنتنا قعدت في نص الكنبة الفضي عشان مايلاقش حتة يقعد فيها بس هو حط الشنطة وقعد فوقها وتاني يوم راحت السوبر ماركت تشتري حاجات لأمها عشان عزم أصحابها على الأكل وطبعا البشا راح معاها بس بنتنا كانت على آخرها وكل ما يحط حاجات شيلها وتقوله ما بيكلوش الحاجات دي لحد ما خرجوا من السوبر ماركت فاضين فقال لها تستنى هيعمل مكالمة ويجي ده انت بجح بجح يعني مش هزار وبعدها رن عليها عشان تجيله ولقيت واشترى كل الحاجات اللي مرديتش تجيبها واما رجع البيت كانت قعدة فرقن لوحدها فاماها قالت لها تيجي تاكل معاهم بس مرديتش فالبشر حنين غرف لها أكل في طبق لوحدها حنين بس غبي فأخدت الأكل من إيده وقالت له ده انت منافق قد الدنيا وساعتها الراجل اللي ليه فلوس كان بيخبط وبيزعق بصوت عائلة فطنت قالت له انا مش دفعت لك الفلوس الإسبوع اللي فات فقال لها انها لسه ما دفعتش الفايدة وساعتها بنتنا قامت له وقالت له انت بتزعق ليه وسطك جايب آخر الشارع فالراجل اتخد وجاب وراء زي الكاتكوت المبلول وقال لها ان مراته خايفة انهم ما يدفعوش فقالت له يا جدع انت هندفعلك بتقلقش ما احنا متلقى حينه هو هنروح منك فين فامش بسلام الحمد لله بنتنا جامدة برضو مالت سد في اي اخناقة وبعدها خدت تشونج على جنبه وقالت له ان كفايا لحد كدوية ريت يبطل يتخط حدوده ويبعد عنها فقال لها انه بيعتبرها اقرب صديقة ليه فقالت له ما فيش مبرر للي عملته معي غير انك بتتسلى وانه اكيد ما بيعملش ده مع باية اصحابه ومش تثبته بس ابننا ما اقدرش يبعد عنها ولما كان خارج من عندها قالت له انا قلت لك ما تجيش تاني بس ما عندكش كرامة ما شاء الله وساعتها مبايلها رن وكلينه بيقول لها انه تخاني مع كيرة وطلب منها تيجي تصالحهم فابننا قرر يروح معاها زي اللازق اللي بغيرة بس لما وصلوا لقوم داخلين مشبكين ايدهم سوا ولا كأنهم متخنقين فاكيرة قالت انهم انفصلوا بس لما فكرت شافت انها تضيع وقتها في الخناء فقررت ترجع له ويحلوا مشاكلهم سوا وساعتها بنتنا حست ان الكلام في تلميح ليها وشربت الواين على بقق واحد وقالت لهم انها تروح الحمام بس ما كانتش رايح الحمام ولا حاجة وابننا حسب كده ولما راح وراها قالها هو ده اللي هتروح الحمام وكان عايز يوصلها بس ما رديتش وقالت له يبطل يضيع وقتهم سوا ورجبة العربية ومشيت وفي يوم المدير تشانجي كان قاعد معاها واعترف لها بحب وبس قبل ما ترد طلب منها ما تتصرعش في اجابتها فقالت له انها بتحب وتحترمه لانه مديرها وبتتعلم منه كل يوم وانها عايزاهم يفضلوا اصحاب فقال لها ما تيلقش وانه اعترف لها بس عشان ما يندمش بعد كده جدع والله مش زي اللي ما يتسمى اللي هيجيب لي جلطة وعلى سيرة اللي ما يتسمى طلب منها تجيله ودخل معها المكتب وكان مجهز لها جو رومانسي واعترف لها بحبه اخيرا وبسها بعد ما طهقنا في عشتنا هشيل لقب اللي ما يتسمى وديك لقب يليق بيك يا جوز بنتنا ولما كانوا دخلين الشركة مسك ايدها بس هي خافت حد يشوفهم فقال لها خلي اللي ما يشتري يتفرج هو احنا منعمل حاجة غلط وباللين روحها على البيت ومديلها خده فدته وبصه بس ابننا حضرناها بعدها فبعدت عنه وقالت له كفاية عليك كده انا دخلة وفي الشركة الحلوين كانوا مسكين ايد بعض تحت الترابيزة وسايبين الراجل يتكلم مع نفسه كل ما تسيب ايده يرجع يمسكها لحد ما الراجل يلغيت تلاحظ انهم مركزين مع بعض فسأل جوية عن حاجة في الشغل فاحترمت نفسها وسبت ايده بس فضحتهم بقت فضحتين لما كانوا حضنين بعض وكرة دخلت عليهم هي وموظف تاني فابنتنا جريت بسرعة وتاني يوم خدت تشونج وراحت تعرفه على جدها بس ما كانوش لقينه لحد ما قابلته في طريق المستشفى وقال لها انه عايز يشوف فيلم سلاسي الابعاد بس هي كانت خايفة عليه لحسن قلبه ما يستحملش بس قال لها نفوت في الحديد واول ما بدأ الفيلم تنفض من مكانه يعيني واضح انك هتفوت في الحديد يا جدي ولما خلص الفيلم تصوره سوا وكان يوم زي السكر وبالليل لينو جهي سلم على مامة جوي فبعدها ابننا قال لها اكيد الودل لينو ده كان بتاع بناته بيجري وراهم فقالت له لا يا اخويا البنات هي اللي كانت بتجري وراه وساعتها قال لها يعني ما كانش بيحاول يوقعك في حبه فقالت له انهم كانوا زي الاخوات وبعدين قالت له اكيد انت اللي كنت بتجري ورا البناتها تعرف بس قام يجري وهي تجري وراه وفي الشركة كان بيقول لها أنهم شبه المتجوزين اللي عجزوا وأنهم حسين بالأمان لأنهم عارفين بعض من زمان فقالت له أنها حسب كده برضو وشكلها كده حبيته جامد فسلم عليها سلام من اللي هو ولما كانوا في السوبر ماركت نصحها تشتري نوع شكولاتة معين وفتح لها واحدة وأكلها في بققها فأكلت نصها وأكلت النص التاني آه منكم يا مرتبطين فكانوا هيمشوا بس البنت قالت لهم يدفعوا قبل ما يمشوا وفي يوم أخوه رجع من الصفر وقال له أنه كان بيرجع كل الخطط اللي كان بيحطها للشركة لأنه ما كانش فاكر أنه يستهل يمسك الشركة وفاكره شخص مستهتر بس اكتشف أنه يستحق يمسك الشركة ولما كان مع بنتنا قال لها أنه دي أول مرة أخوي يعترف بيمن وهم صغيرين فقالت له يعني تأدير أخوك ليك أهم من تأديري فقال لها لا مش كده بطل غيرة وبعدين سألها عن مديرها لو اعترف لها بحبه فقالت له عرفت إزاي قال لها توقعت واضح للأعمى وفدل يزن عليها عشان تقوله اعترف لها قبله ولا بعده لحد محشرة العيش في بقه يمكن يسكتوا صوريته فقم أعجن بها عشان يحاول يشوف الصورة جاتكم القرب في حلويتكن تلتنين وتاني يوم كانوا قاعدين مع أخو تشونجو بيشوفوا حل المشكلة اللي وقعوا فيها بعد ما جاء واحد وقال إنهم سرقين شغله فقرروا يتكلموا معي عشان يعرفوا مين زقوا عليهم لحد ما ابننا قال لأخوه إنه يمشوا بقى فأخوه قال له شكلكم مرتبطين فكان ابننا هيقول له أيوة بس جي قالت له دي حاجة شخصية مش عايزين نتكلم فيها وساعتها قال لها إنه قابل مراته في الشغل وتجوزه فعادي يعني إداره هم كمان يرتبطوا ما تبقيش قفوش يا بنتي بقى وبعدها بنتنا قعدت مع الراجل وقالت له أنا وإنت عارفين كويس إنك مزقع علينا وإنت لمنتحل شغلنا فعمل نفسه ما بيتهددش ومش فارق معي وساعتها كيرة كانت موجودة وبترقبهم ومعها موظف من الشركة فقالت ما بديهاش وقاموا يعملوا تمثيلية قدامهم فكيرة زعقتل وقالتلوا إنه هيتحبس بعد ما شهد شهادة زور فقال لها إنه كان فاكر هيقدر يهرب ومش هيتعاقب وطلب منها تساعده وساعتها الراجل تلاجلج وخاف وقرر يقر ويعترف فجي اتفقت معي كلم الراجل اللي زقوا عليهم ولما يجوا هيمسكوه ففضلت جي وابننا وقفين مستنيين لحد ما جيه وطلع الراجل اللي غتت اللي ما يتسمى فرحوا قفشوه وطلعوا في الجديد والقديم فقال لهم إنه كان عايز ينتقم منهم لإنه خرج من المولد بلا حمص بس ابننا سابه يمشي لإنه كده كده مطرود من الشركة وبالليل كانوا عاملين حفلة عشاء والموظفين كلهم موجودين فابننا شكرت كل على اكتهادهم في الشغل وقال لهم بالمناسبة الحلوة دي أقدم لكم جوي حبيبتي وكانت كل فرحان ليهم حتى الحربوة اللي ما كانتش بتطيقها فرحة برضو تتحسد والله وفي يوم كانت جوي وأمها رايحين يزوروا قبر أبوها فشافوا تشونج ابننا واقف عند قبره فجوي سألته عارف منين إنها ذكرى وفاة أبوها وهي ما قالتلوش فاعتزر لها لإنه كان عارف من زمان ومخب عليها وقال لها إنه هو الشخص اللي ضحب حياته عشانه فقالت له إلا أخرك إنك تتكلم بعد كل السنين دي فقال لها إنه كان خايف يواجهها وبعدها كان ماشي جنب مامتها فقالت له أنت ملكش زنب ومحدش له زنب في اللي حصل فقال لها إنه ما قصدش يخفي الحقيقة وإنه عارف من فترة بعد ما خرجت من المستشفى بس خاف يتكلم أحسن ما يشوفها هي وجوي تاني ولما وصلوا البيت بنتنا قالت له إنها مش قادرة تقبل إنه خب عليها ودايما شايف إنها مش هتيبل الحقيقة وإنه لو كان قال لها من بدري كان الموضوع فرق معها وفي الشركة حاول يتكلم معها تاني فقالت له إنه كان بيحبها شافقة بس وإنه مشاعره لها اختلطت بشعوره بالزنب ناحيتها فقال لها إنه حبها من قبل ما يعرف إنها بنته بس ما كانتش قادرة تتقبل برضو لإنه تردد بعدها في إنه يعترف لها بحبه بس في يوم كانوا لينا وكيرة عزمين بنتنا على العشفة فلينه كلمت شونج عشان يجي يستغل الفرصة ويصالحها وفي وسط ما كانوا قاعدين جوي سألت كيرة ليه ما عزمتش تشونج كمان فقالت لها إنها عزم مديري في يوم أجست ليه هي المشرحة نقصة قطلة ولينه قال لها شكلك كنت عايزانا نعزمه فعملت فيها تقيلة وقالت له لا طبعا ورحت تجيب حاجة تشربها بس التلاجة كانت فضية فابننا قرر يتصرف ولما الباب خبط رحت تفتح ولاقت كيسة مليانة فالعبيت أخدتها من غير ما تسأل مين جابها حتى وبعدها وهم بيلعبوا كوتشينا تعورت فرجع الباب خبط ولما فتحت لقيت علبة فيها لازق طب فرحت تقولهم ده بيت سحري ده ولا إيه بس يا هاب لها تفضحينا سحري إيه وبتاع إيه وتاني يوم عرفت إن تشونج كان بيت معاهم فوقفت له على الباب وما طلع قال لها خير اللهم اجعله خير انت بتعملي إيه هنا فقالت له استعبت يا خيص طعبت على أساس ما اتفقتوش عليها مبرح وبعدها كان قاعد بيشوي فوسع لها مكان عشان تقعد ولما دها تكون مسادات تاخدها وبعدها جوم لينو وكيرا وساعتها مبايل جويران وجالها خبر خلات أمه فزوعة ولما وصلت المستشفى الدكتور قال لها إن جدها مات بالسرطان وما كانش عايزة تعرف عشان ما تشوفهش وهو تعبان وساب لها باقي حكته عشان تخدها فلاقيته سايبلها فيديو بيودعها فيه وإنها كانت عائلته الوحيدة وكان يوم ما يعلم بيه لربنا وبعد فترة راحت الشرك عشان تقابلت شونج ابننا بس كيرا قالت لها إنه سافر بره عشان يحضر اجتماعات مهمة بس هو طبعا ما قلهاش لأنهم لسه ما تصلحوش لحد دلوقتي وبالليل كانت اتبعت له مسيج تقوله إنه سافر من غير ما يقول لها بس حسيت شكلها يبقى عبيت وما سحتها وساعتها لقيته وبعت لها صورة وبيقول لها إنه مسافر فقالت له يعني سافرت من غير ما تقولي ورمت الموبايل ونامت ولما رجع من السفر كانت خارجة من الشركة وراح مخصوص يشوفها فقعدوا سوا وقال لها تفتح موبايلها وبعت لها مسيج كاتب لها فيها إنه بيحبها فلقت المسيج مبعوطة من صاحبها السوشيال وساعتها قالت له يعني ده إنته وما قلت ليش بس قال لها إن كل حاجة كانت حقيقية بالنسبة له وما كانتش وهم فمسكت وشه فجأة وهو طبعا ما تربوش فكده هتبوسه بس قالت له بعد كده ما تخبش علي حاجة مفهوم فهز راسه طبعا وهو يقدر يعمل غير كده وفمرة كانوا في العربية ولمحة علبة خاتن فافتقاريتها هيعرض عليها الجواز وقالت له خلاص بقى نهروح النهاردة متأخر عادي وهو ما كانش فاهم قصدها لحد ما شاف العلبة فقالت له دي بقى هتلبسها لي في اليمين ولا الشمال فقال له يمين إيه وشمال إيه ديه ديه جواز كيرا ولينو شفتي السرعة وحشة إزاي ويوم فرح لينو وكيرا كانوا بيخبطوا عليها بس ما بتفتحش فالينو جيه فتح لهم الأوضة ولما دخلوا لقوا كيرا قاعدة بتخلص شغلها في يوم جوازها وهو قاعد جنبها لحول ولا قوة دي أنا يوم جوازي وأنا سايب المعزيم وبتفرج على لقطة من المسلسل اللي امتبعاه وبعد ما الفرح خلص ابننا أخدها القاعة تانية فاضية واعتزر لها لإنه خلها تستنى وقت طويل وعرض عليها الجواز في جو الرومانسي واست الناس كلها لفرحانة عشانهم وبعد ما لبسها الخاتم كيرا حدفت لها بوكيل ورد لإنها خلاص بقت العروسة اللي هتتجوز بعدها رسمي وبكده خلص مسلسلنا بنهاية سعيدة تقليدية وما تنسوش تفعالوا الجرس وتقولونا رأيكم في الكومنس وخصوصا تشتركوا في القناة عشان تكبر عائلتنا ويه سلام